تسابقت الحروف تتيه فخرا لمدحك يا حبيب المؤمنين وألفاظ المودة في سرور وأوزان القصائد يحتفينا أتيت مودة ورضا ولطفا وصبحا يبعث البشرى مبينا أتيت هدى وسلوانا ونورا تضاء به دروب السالكين هو الله اصطفاك رسول حق إلى منهاجه الأسمى دعينا رسمت لنا المحجة فهي شمس تبيد ظلام ليل الغافلين رؤوف محسن سمح كريم وكنت الصادق البر الأمين كفاك المدح من رب عظيم بأنك رحمة للعالمين يا خير من وطئ الثرى واختاره مولاه إن الله كان حكيما صلى عليك الله جئت مجددا ومؤكدا منهاج إبراهيما صلى عليك الله جل جلاله يا من رسمت لنا الصراط قويما يا من بعثت إلى البرية رحمة ومتمم شيم العلا تتميما صلى عليك الله يا من هديه بسط الضياء وبدد التعتيما صلى عليك الله ما اهتدينا نورا وما أوليتنا تعليما صلى عليك الله ما عشقا رضا قلب وما حمل الصباح نسيما إن الصلاة على النبي وآله تكفي الهموم وللمودة سيما عنوان بهجتنا وأنس نفوسنا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ثم أما بعد إن شاء الله اليوم بدنا نبلش الهايبر سنسيتيفتي ري اكشن يخوانا هذا الموضوع مهم جدا وكبير ومتوسع جدا فيه لكن يخوانا الدكتورة دعاء ما توسعتش كتير في الموضوع فإحنا يخوانا بدنا نركز فقط على اللي ركزت عليه الدكتورة دعاء ويخوانا إحنا مش مطالبين بأشياء الدكتورة دعاء ما حكتهاش وبالتالي إحنا فقط بدنا نشرح اللي موجود إن شاء الله عز وجل بالسليدات إن شاء الله يكفي سماع المحاضرة لتفهم الدرس إن شاء الله الهايبر سنسيتيفتي هي يخوانا حالة إنه بيصير أنا عندي الري اكتيفتي ضد الانتيجين غريتر ذان نورمال يعني إخوانا أنا عندي انتيجين انتيجين معين انتيجين معين في الوضع الطبيعي في الإنسان النورمال تمام بيعمل ريسبونس بيعمل استجابة أو جهاز المناعة بيصير إلي استجابة لهذا الانتيجين مثلا بقدر خمسة مثلا نعتبر بقدر خمسة لكن الأشخاص اللي عندهم هايبر سنسيتيفتي جهاز المناعة بيعمل ريسبونس واستجابة لهذا الانتيجين بقدر تلاتين واربعين وبالتالي بتكون الري اكتيفتي أو الريسبونس ضد هذا الانتيجين في الهايبر سنسيتيفتي جريتر دان نورمال وهو يخوانا مدمر وهو يخوانا مدمر يعني هذه الاستجابة مدمرة وليس 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 يعني طبعا يخوانا الهايبر سنسيتيفتي لها أربع أنواع واحد نوع الأول الثاني الثالث الرابع وطبعا يخوانا تكتب باللاتيني تكتب باللاتيني تمام يخوانا ان شاء الله شوية شوية منسير نفهم الشابطر بشكل أفضل فالهايبر سنسيتيفتي هي اخوانا ما تقوليش هي ما تقوليش هي ميكانيزم بتدمر الجسم تمام طيب الآن الهايبر سنسيتيفتي طايب وان ايش هو باختصار شديد طبعا يخوانا بسموه اي جي اي ميدياتد ري اكشن يعني هذا الهايبر سنسيتيفتي برعاية الاي جي اي الاي جي اي انتيبادي تمام وهو بسموه أيضا اميديات هايبر سنسيتيفتي يعني يحدد خلال مينت تمام وبسموه الليرجي الليرجي هايبر سنسيتيفتي الأليرجي يعني مثلا مثلا انا يخوانا هذا الشخص بتحسس من حبوب اللقاح او بتحسس من الغبرة مثلا فالغبرة بتدخل الجسم مثلا عن طريق الانهاليشن طيب لو بتحسس من حبوب اللقاح برضو ممكن عن طريق الاورل ممكن يخوانا انه الانتيجين هذا يدخل عن طريق الايفي او يدخل عن طريق السابكو التانيواز المهم دخل الانتيجين في البلد الآن يخوانا الأشخاص الأشخاص النورمال لما يدخل حبوب اللقاح الجسم بتعامل مع حبوب اللقاح يعني مش كأنها foreign body لكنها يا أخوانا مش damage يعني مش damage foreign body تمام؟ يعني الجسم بتعامل مع حبوب اللقاح في الأشخاص السلمين بشكل طبيعي بشكل طبيعي يعني لو بديوا يكون anti body ضد حبوب اللقاح يا أخوانا ما بيكون ما بيكون لكن في الhyber sensitivity بيصير الجسم نفسه لما تدخل حبوب اللقاح في الhyber sensitivity بيكون anti body ضد الحبوب اللقاح الantibody اللي بتكون ضد حبوب اللقاح بيكون IGE تمام؟ ال-IGE يا أخوانا أنا عندي لل-IGE ما كانين في أنا عندي ال-FC بورشم وفي أنا عندي ال-antibody ال-antigen binding site يعني تطلع الآن ال-IGE اللي تكونت ضد حبوب اللقاح بتكون إلها مكانين هذا ال-antibody ال-F-C وال-antigen binding site يخوانا ال-F-C بورشن تبع ال-antibody بيرتبط مع ال-F-C receptor في الماست سيل والبيزوفيل يعني في الماست سيل والبيزوفيل نعتبر هذا يخوانا ماست سيل اطلع يخوانا هذا هذا عبارة عن F-C receptor هذا F-C receptor F-C receptor F-C receptor F-C receptor F-C receptor فيخوانا أنا فيه عندي ريسبتور لل-F-C وفي أنا عندي ال-antibody جزء منه اسمه F-C فبيجي ال-F-C بوشن هايو هذا الجزء هذا اللي علمته بالأخضر هذا الجزء هذا منسميه ال-F-C part of the antibody بيجي ال-F-C بيرتبط في ال-F-C receptor على الماست سيل هاي البلأزرق ال-F-C receptor على الماست سيل تمام تمام هذا يخوانا في ال-F-C exposure في ال-F-C exposure يعني التعرض الأول لحبوب اللقاح تمام لما الشخص يصير إليه re-exposure أو second exposure أو تعرض مرة أخرى لحبوب اللقاح هذا الحبوب اللقاح أو هذا ال-Antigen ال-Antigen بيجي بيرتبط على ال-Antigen binding site اللي موجود في ال-Antibody إخوانا هكيت هذا ال-Antibody صح؟ هتقولولي تمام هذا الجزء من ال-Antibody منسميه ال-Antigen binding site هذا الجزء منسميه ال-Antigen binding site هاي العلمته باللون الأخضر تمام فبيجي ال-Antigen بيرتبط في ال-Antigen binding site لكن لازم يخونا يعمل cross reaction إيش يعني cross reaction يعني لازم ال-Antigen يرتبط ب-2 antibody ب-2 antibody يعني هاي antibody وهاي كمان antibody إذا ال-Antigen عمل cross reaction لل-IGE اللي موجودة فيه المast سيل أو ال-Basophil بيصير يا أخواننا activity لل-Mast سيل وزا صار activity لل-Mast سيل بيصير المast سيل تفرز تعمل exocytosis لمحتويات المast سيل بتصير المast سيل تعمل de-granulation exocytosis طبعا بتفرز مثلا ال-Histamine ولما تفرز هذه exocytosis زي مثلا ال-Histamine بيصير يا أخواننا عندي أعراض الحساسية مثلا ال-Histamine بيروح على ال-Bronchai وبيعمل bronchoconstriction فبيصير الإنسان عنده أزمة ومش قادر يتنفس ال-Histamine بيروح على ال-Bloat Viesel بيعمل vasodilation فبيصير وجه الإنسان أحمر تمام وبالتالي وبالتالي هذه الحالة بسميها anaphylaxis anaphylaxis ليست ليست للحماية وإنما لل-Deterioration للضرط لل-Distructive يعني هذه العملية بيقول لك أنا الإنسان بيصير عنده أزمة بيصير مش قادر يتنفس بيصير مش قادر يتنفس تمام طيب وهذه تحدث خلال دقائق خلال دقائق من وين من ال-Re-Exposure يعني إخوانا متى تظهر أعراض الحساسية في ال-Re-Exposure في ال-Re-Exposure في Second Exposure مجرد ما يتعرض بس لحبوب اللقاح أو الغبار أو الأنتجن اللي هو بتحسس منه في المرة الثانية بعد دقائق يخوانا الزغري بيصير تظهر عنده أعراض الحساسية وهي ال-Cross Reaction اللي بيعمل تراجر للماس سيل تمام وأنا عندي ال-I ال-FC Portion من ال-I-G-E بيرتبط فيه ال-FC Receptor اللي موجودة في الماس سيل والبيزوفيل يعني هذا F-C Receptor اللي موجودة في الماس سيل والبيزوفيل تمام طيب الآن يا أخوانا أنتوا ذكرين مرض المياثينيا إغريفز مرض المياثينيا إغريفز إيش هو هو بتكون أنا عندي طبعا هو أوتو أميون ديسيز أنه الجسم بيكون أنتيبادي ضد ال-Receptor تبع الماسكارينيك يعني ضد ال-Acetyl-Coline Receptor اللي موجود في السكريتا المصل تمام يعني الجسم بيكون أنتيبادي هذا ال-Anتيبادي بيروح يرتبط في ال-Receptor في ال-Receptor تبع ال-Acetyl-Coline وبيعمله بلوك فلما بيجي ال-Acetyl-Coline بده يرتبط في ال-Receptor تبعه في ال-Skyletal muscle عشان يعمل contraction لل-Skyletal muscle ما بيقدر يعمل contraction لأنه هذا ال-Receptor بلوكار طيب الآن ال-Anتيبادي اللي تكون ضد ال-Receptor طب ما هو ال-Receptor عبارة عن self-antigene موجود في الجسم عين ال-Receptor عبارة عن self-antigene موجود في الجسم فال-Antibody يتكون ضد self-antigene موجود وين في الجسم مثلا طيب أنا عندي مثلا مرض الجريفز disease الجريفز disease هو بتكون antibody هذا ال-Antibody بيشبه تقريبا TSH بما إنه ال-Antibody بيشبه TSH اللي موجود طبعا بروح بروح ال-Antibody يرتبط في TSH Receptor وبيعمل activation ال-TSH Receptor Agonist Agonist Activation وبالتالي بيخلي الثيرويد Epithelial Cell تفرز T3 وT4 وبالتالي Hyper Thyroidism إذن هنا ال-Antibody تكون ل-Receptor معين وكان Agonist طيب وهذا ال-Receptor self-antigen طيب الآن يا أخوان المحترمين الآن أنا يا أخوان ممكن شخص بتحسس من دواء معين زي البنسلين مثلا زي الدوبة زي المثل دوبة حقا هذا الدواء ليش الجسم بتحسس منه باختصار شديد إنه هذا الدواء بيروح بيرتبط ها هذا الدواء هذا الدواء بيروح بيرتبط على خلايا ها على خلايا مثلا ال-Red Blood Cell اللي موجودة في Circulation تمام طيب فلما الدواء يرتبط على خلايا Red Blood Cell الجسم بيكون Antibody ضد هذا الدواء طيب هذا الدواء عبارة عن Antigene طب هذا ال-Antigene Soluble ولا Insoluble بالضبط هذا ال-Antigene Insoluble لأنه هذا ال-Antigene مرتبط بخلايا ال-Blud اللي موجودة في Circulation يعني هذا ال-Antigene Not Free Not Free تمام مش Free في ال-Blud أعيد ناخد مثال آخر الآن الهيبرين بعض الأشخاص بتحسسوا من الهيبرين عندهم Hyper Sensitivity من الهيبرين كيف؟ إخوانا الهيبرين الهيبرين إبزعت نفسه لما يكون Free هاي النقطة هاي مربط الفرس هاي مربط الفرس إخوانا الهيبرين الهيبرين لما يكون في ال-Blud الجسم بقدر يصنع Antibody ضد الهيبرين فبيروح الهيبرين عند هدول الأشخاص بيروح الهيبرين بارتبط في ال-Blatlet لما بارتبط الهيبرين في ال-Blatlet ببطل Free بيصير مرتبط في خلايا في ال-Blatlet أي ببطل يخوانا Soluble يخوانا إيش يعني Soluble يعني هذا الهيبرين ذايب في ال-Blat لكن لكن فعليا الهيبرين مرتبط في ال-Blatlet وليس ذايب في ال-Blat لما برتبط في ال-Blatlet بقدر ال-Immune System يكون Antibody ضد الهيبرين ضد الهيبرين طبعا يخوانا بتكون Antibody ضد الهيبرين وضد مكان ارتباط الهيبرين مكان ارتباط ايضا الهيبرين فيخوانا لما الجسم يكون Antibody ضد الهيبرين ومكان ارتباط الهيبرين يعني بتكون Antibody ضد ال-Blat ضد ال-Blat وهذا اللي بيعمل ثرومبوسايتوبينيا طبعا يخوانا هناخد ان شاء الله في نهاية الشبطة لكن خلينا نفهم الآن اشي جميل طيب طيب الآن يخوانا عملية احنا قلنا انو ال-Antigene ال-Antigene بيكون موجود وين في ال-Red بلد أنا بتكلم في ال-ABO وال-Antibody بيكون موجود في أو في البلد ال-Antibody هنا عبارة عن ال-I-G-M أنا بتكلم في نقل الدم في نقل الدم تمام تمام في اخوانا لو انا شخص فصيل الدم اي فصيل الدم ايش اي نقل دم لشخص فصيل الدم ب ايش رح يصير رح يصير اخوانا hyper sensitivity ورح يصير خثرة والشخص رح يموت طيب ليش ليش الشخص بيموت لأنه اخوانا هذا الشخص الشخص الاول او المرسل او المتبرع فصيل الدم اي فالرد بلد سيل في السيرفس تباحة تحتوي على انتيجين اي انتيجين اي لما انا نجلت الدم للشخص التاني اللي هو المستقبل بيكون اخوانا فصيل الدم بي اي في البلد تبع المستقبل في انا عندي انتي بادي ضد الاي يعني في انا عندي انتي اي يعني في انا عندي في البلد تبع المستقبل اي جي ام هذا ال اي جي ام عبارة عن صلي بيكون ضد الانتي جين اي فانسا لما بعت له دم هذا الدم في الريد بلا تصل يحتوي على انتي جين اي بيجي اخوانا الانتي بادي اللي موجود صلي بول في المستقبل ال اي جي ام الانتي بادي بتفاعل الانتي جين اللي موجود في الريد بلا تصل اللي موجود في الريد بلا تصل اللي موجود في الريد بلا تصل فبيصير يا اخوانا طبعا زي ما انتم عارفين الخطرة والامور هاي هذا كل الامتلة وطبعا ال 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 برضو البوزيتف والنيجاتف الانتي جين تمام هذا يا اخوانا او العامل الريزيسي هدول الامتلة اللي كله ضربتهم عبارة عن Hyper Sensitivity Type 2 Type 2 لاحظ ايش كله نشتركين كله نشتركين انه الانتي بادي بهاجم انتي جين موجود في خلية معينة بهاجم انتي جين هذا الانتي جين موجود مثلا في الريد بلدسل موجود مثلا في البلاتلت موجود بيكون عبارة عن receptor تماما اذا هذا الانتي جين بيكون افري اذا هذا الانتي جين non free non soluble اللي بدي اقوله لو انت اخدت هذا الانتي جين اللي هاجم الانتي بادي لو انت شلت هذا الانتي جين وخليته افري في البلد الانتي بادي مش رح يهاجم هذا الانتي جين الانتي بادي مش رح يهاجم يخواننا المحترمين هذا ايش الانتي جين تمام يعني في مرض احنا قلنا في الانتي بادي مثلا بتكون انتي بادي ضد انتي جين ايه بتكون انتي بادي بارتبط في انتي جين معين بيكون موجود في الريسيبتور تبع الTSH ريسيبتور لو هذا الانتي جين انت شلته من الريسيبتور تمام وخليته افري في البلد الانتي بادي مش رح يرتبط فيه فشرط الهايبر سنسيتي فيتي ري اكشن طيب 2 انه يخواننا يكون الانتي جين فري ايه ااسف يكون الانتي جين نان فري اي يكون الانتي جين موجود على سطح خلية طب يخواننا معلش معلش هادي خلينا نكمل السيناريو انا خاصة السيناريو مش تبع الريسيبتور لا السيناريو مثلا تبع الهيبارين او تبع الميثل دوب او تبع العملية نقل الدم وليس تبع وليس تبع غريفز دي سيز وليس تبع الميستينيا غريفز لا بدنا السيناريو تبع انه اجع الهيبارين ارتبط في البلاتلت لما ارتبط في البلاتلت الجسم كون انتي بادي ضد الهيبارين اللي موجود في البلاتلت لاحظ انا 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 لما اعطيت الشخص هيبارين جزء من الهيبارين ارتبط في البلاتلت وجزء من الهيبارين ضلوا في البلاتلت فلما تكون انتي بادي الانتي بادي اللي تكونت ضد الهيبارين تلك الانتي بادي اللي تكونت ضد الهيبارين اللي بيكون موجود في البلاتلت اي انه هذا الانتي بادي اللي تكون ضد الهيبارين بقدرش 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 يرتبط يرتبط ضد الهيبارين اللي موجود في البلات يعني الهيبارين اللي مش ميرتبط اللي مش ميرتبط في البلاتلت هذا الانتي بادي بيقدرش يرتبط فيه مهمة جدا والله مهمة جدا اصلا اخوانا هو الفرق هو الفرق تقريبا الاهم فرق between الهايبر سنستيفيتي طايب 2 وطايب 3 اللي هناخده كمان شوية ان شاء الله اذا اتكون انتي بادي ضد الهيبارين اللي موجود في البلاتلت وبالتالي اجا الانتي بادي ارتبط في الانتي جين اللي في البلاتلت طيب ما هو يا اخوانا بعد كده لما الانتي بادي طبعا يرتبط في الهيبارين اللي موجود في البلاتلت بيجي يخوانا الكمليمانت الكمليمانت سيستيم الكمليمانت سيستيم الكمليمانت سيستيم بارتبط في هذا الانتي بادي وبيصير يا أخوانا Activation للكومليمنت Activation للكومليمنت سيستم وإنتوا عارفين الكومليمنت سيستم بيسوي ثلاث أشياء Obsonization يعني الكومليمنت زي C3B اللي بتعمل Obsonization وبعمل Membrane Attack Complex زي C C5B وC6 وC7 وC8 وC9 الممبرين Attack Complex وبرضو الكومليمنت بيزود وبيعمل recruitment للwhite blood cell زي recruitment للماكروفيل والنيوتروفيل وأيضا الكومليمنت نفسه لما بيعمل Membrane Attack Complex بيعمل لما كان وجود الانتجين ولما بيعمل بيستدعي الماكروفيل والنيوتروفيل برضو الماكروفيل والنيوتروفيل بتعمل release للميدياتور تبعتها وبرضو بتعمل لائسز لما كان وجود الانتجين يعني باختصاط بيعمل لائسز لبلاتلت ما هو يخوانا مكان وجود الانتجين هنا لبلاتلت فيخوانا الكومليمنت بالmembrane attack complex بيعمل لائسز لبلاتلت والكومليمنت بالوبزونيزيزيشن بيخلي الماكروفيل تعمل فاقوسيتوس لبلاتلت والكومليمنت لأنه بيحفز الانفلاميشن ولأنه عبارة عن كيموتاكسز للماكروفيل والنيوتروفيل الماكروفيل والنيوتروفيل برضو بتعمل لائسز لبلاتلت فالهايبر سينسيتيفتي type 2 type 2 بيسموه سايتوتوكسك سايتوليتك سايتو يعني خلية توكسك أي هو يخوانا بيكون توكسك للخلية بيكون ليتك يعني ديقرديش للخلية وإحنا قلنا أشهر antibody بيعمل اكتيفاشن أو اكتيفاشن للكومليمنت ال-Igm إحنا يخوانا في type 2 بستخدم IgM و-IgG إنتو عارفين إنه ال-Ig G هو أشهر antibody في ال-Obsonization صح؟ تمام طيب هذا عبارة عن antibody بارتبط ضد antigen هذا ال-antigen بيكون موجود في surface على سطح السل أو على سطح السل وبيعمل هذا ال-antibody بارتبط في ال-antigen وبيعمل activation للكومليمنت في نهاية الكاسكيت تبع الكومليمنت بيصير أنا عندي destruction للخلايا الآن نيجي على ال-hyper sensitivity type 3 يخوانا باختصار شديد بيصير أنا عندي حاجة بنسميها immune complex إيش يعني immune complex إنه يخوانا أنا عندي مجموعة أو عدة من ال-antibody اللي هو ال-IgM وال-IgG المهم خاصة ال-IgM خاصة ال-IgM المهم خاصة أعيد خاصة ال-IgM أعيد خاصة ال-IgM أعيد خاصة ال-IgM المهم هل قيتي هدولا ال-antibody بيرتبطوا في ال-antigen بيرتبطوا في إيش في ال-antigen طيب لما يخوانا ملايين من ال-antibody يرتبطوا في ملايين من ال-antigen في ملايين من ال-antigen يصيروا يخوانا يعملوا ل dessa مسميها immune complex ايش يعني immune complex يعني antibody مع antigen antibody وantigen antibody وante antibody وante ج ممكن يترسبوا في المايكرو فيزل ممكن يعملوا لبلوض فيزل الصغيرة وبالتالي يعملوا اسكيميا وتشو انجري يعملوا اسكيميا للبلوض فيزل الصغيرة يعملوا اسكيميا للتيشوز اللي بتغذيها هادي البلاط في زل الصغيرة ممكن يخواننا المحترمين لاحظ لاحظ ممكن يخواننا يترسبوا يعني هدولة يترسبوا ما هو يخواننا هو عبارة عن في البلاط يعني طبعا ايش اللي بيختلف عن طايب 2 وطايب 3 طايب 3 انه ضد انتيجين هذا الانتيجين اما بيكون في السيريكوليشن في السيريكوليشن او بيكون في تيشو معين او بيكون في تيشو معين تمام لكن هذا في الطايب 3 لكن احنا كنا نقول في الطايب 2 في الطايب 2 بيكون الانتيجين في ال-circulation لكنه بكون موجود في ال-surface of the cell في ال-surface of the cell أما في تايب تالاتة بكون ال-antejine free في ال-circulation بكون ال-antejine free في ال-circulation فيجي ال-antibody يرتبط في هذا ال-antejine وبتكون antibody anti-gine complex immune complex ممكن هذا الاميون كوملكس وهو بلف في السيريكوليشن يروح يخوانا يترسب في الجوينت فيعمل ما هو يخوانا لما يترسب في الجوينت تمام بيعمل انفلميشن بيحفز الانفلميشن لماذا لأنه راح تيجي الماكروفيج والنيوتروفيل تمام تحاول تبتلع أو تحاول تعمل فاقوسيتوسيز بهذا الاميون كوملكس يعني تحاول تعمل تماما لالاميون كوملكس لكن هدول الأشخاص بيكون عندهم الاميون كوملكس كتير تفوق قدرة الماكروفيج والنيوتروفيل فالماكروفيج والنيوتروفيل راح يحاول يعمل فاقوسيتوسيز بشكل أكبر وأكبر وأكبر فلما يعمل فاقوسيتوسيز بشكل كبير ايضا يخوانا بعمل فاقوسيتوسيز للنورمل تيشوز للنورمل برضو فبيعمل يخوانا تيشو دامج تيشو دامج ويخوانا في نهاية المطاف انت بتحفز الانفلاميشن بشكل كبير فممكن الانتيجين الانتيبادي انتيجين كومليكس يترسب في الجوينت يعمل أرثرايتس يترسب في الكورويد إبليكسس يترسب في السيلياري آتري اللي موجوده في العين يترسب يعني شايفين يخوانا احنا بنتكلم في السيلياري آرتري اللي موجوده في العين الكورويد إبليكسس اللي موجوده في الدماغ في الجوينت في الاجلوميريولونيفرايتس في الاجلوميريولو يعني في التيوبيول الصغيرة اللي موجوده في النفرون فبيعمل اجلوميريولونيفرايتس يعني يخوانا ممكن يترسب على البلد فيزل الصغيرة فبيعمل اسكيميا وبرضو بيحفز الانفلاميشن ما هو يخوانا لما يترسب على البلد فيزل هذا يخوانا بيعمل انجري للاندوثيليل ولما انت تعمل انجري للاندوثيليل بيحفز الانفلاميشن والانفلاميشن بيحفز دمج للاندوثيليل بيصير نيكروسيز للاندوثيليل اخذناها زمان هو عبارة عن فايبرينويد نيكروسيز لما احنا كنا نقول الفايبرينويد نيكروسيز تمام المهم الفايبرينويد نيكروسيز اوكي اذا الطيب 3 بده ساعات بده ساعات تمام طيب ماهي اخواننا المحترمين بنهاية المطاف لما الاميون كوملكس يترسب بيعمل دمج طب كيف بيعمل دمج احنا قلنا اول اشي بيحفز الانفلاميشن لما يحفز الانفلاميشن بتصير خلايا الجرانيولوسايت زي النيوتروفيل وخلايا الماكروفيج تفرز انظيماتها بتعمل ريليز للانظيمات وبالتالي بيعمل تشو دمج وبرضو وبيحفز ايضا اخواننا الكومليمنت كاسكيد ايضا هذا الاميون كوملكس بيحفز الكومليمنت كاسكيد تمام لو انتو ذكرين زمان اللي حناخده ان شاء الله في الشابتر الاوتو اميون اد T brought into me هناخده الجسم بيصنة مثلا ضب انتي بادي انتي دي انا او انتي بادي انتي هستون المهم الجسم بيصنة انتي بادي ضب انتي جين هذا الانتيجين بيكون عبارة عن DNA هذا الانتيجين بيكون عبارة عن DNA فبيجي الانتيبادي بيروح بترسب في التشوز برضو هذا يخوانا التاي بتري لاحظ لو واحد سألني طب ما هو هذا الانتيجين هذا الانتيجين ما كانش في السيريكيوليشن لكن بالمقابل كان مضبوب في التشوز كان مضبوب في التشوز فهمنا؟ يعني ممكن الانتيبادي يتصنع ضد انتيجين يكون موجود في التشوز يكون موجود هذا الانتيجين في التشوز لو انتم ذكرين لما كان الانسان يصاب بالستريبتو كوكس طايب A لما ينصاب بالستريبتو كوكس طايب A انفكشن في الروماتيك فيفر مثلا احنا كنا نقول انه الجسم كان يصنع انتيبادي ضد الاستريبتو كوكاس بكتيريا اجروب اي لكن بعد اسبوعين لثلاثة سابيع بيصير الانتيبادي اللي تصنع ضد البكتيريا يروح يهاجم انتيجين موجود في الهارت انتيجين موجود في الكارتيلج انتيجين موجود في الكلوميريولاس لاحظ فانا اتصنع انتيجين اتصنع انتيبادي ضد انتيجين موجود في التيشوز اذا هذا type 3 type 3 اذا ما الفرق بين الهايبر سينسيتيفتي type 2 وtype 3 type 2 انه بيكون الانتيبادي ضد انتيجين هذا الانتيجين معلش الهايبر سينسيتيفتي type 3 type 3 type 3 انه الانتيبادي بتصنع ضد انتيجين هذا الانتيجين اما حالي من حالتين اما بيكون free في السيريكيوليشن free في البلد او هذا الانتيجين بيكون موجود في التيشوز او هذا الانتيجين بيكون موجود في التيشوز طيب والله لو كان هذا الانتيجين free في البلد فالانتيبادي بارتبط مع الانتيجين بيعمل اميون كوملكس الاميون كوملكس ممكن يا اخواننا يصير اله precipitation اي بترساب في البلد فيزل الصغيرة وبعمل ischemia وبسترقشن لهذا البلد فيزل الصغيرة وممكن يترساب في التيوبيول تبعت النفرون يعمل glomerulonephritis ممكن يترساب في الجوينت arthritis يعمل ممكن يترساب في الكورويد البليكس في الارتري اللي موجودة في العين طيب وممكن هذا الانتيجين الانتيجين يكون عبارة عن انتيجين موجود في التيشوز في التيشوز زي التيشوز تبع الكارتليج التيشوز تبع الكارديك مصل التيشوز تبع الجلوميريولوس بيزمت ميمبرين فلما بيجي الانتيبادي بارتبط في هذا الانتيجين في هذا الانتيجين اللي بيكون موجود في التيشوز بيجي انتيباد كتير بيرتبط في انتيجين كتير اللي موجود في هالذولة التيشوز وبيعمل اميون كومبليكس هذا الهايبر سنسيتيفتي طايب 3 اما الهايبر سنسيتيفتي طايب 2 طايب 2 انه بيكون الانتيجين free في السيريكيوليشن فبيجي الانتيبادي بيرتبط في الانتيجين بيرتبط اه معلش 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 جدا 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 الهايبر سنسيتيفتي طايب 2 انه بيكون الانتيجين موجود في خلايا البلد اللي موجودة في السيريكيوليشن يعني بيجي الانتيجين بيكون موجود في الريد بلدسل او انه الانتيجين بيكون موجود في البلاتلت فبتكون انتيبادي ضد هذا الانتيجين اللي موجود في الريد بلدسل او اللي موجود في البلاتلت او بيكون الانتيجين موجود في الرسيبتور فالانتيبادي بارتبط ضد الانتيجين موجود في الريسبتور او موجود في خلايا البلاط في خلايا البلاط اي هذا الانتيجين ليس free ليس free وليس موجود في التيشوز ليس free وليس موجود في التيشوز منسمي هذه الحالة hyper sensitivity type 2 مهم يخونا الفرق مهم جدا الفرق والhyper sensitivity type 3 بده hour بده ساعات الhyper sensitivity type 2 حسب 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 لكن برضو ممكن يخونا يكون دقائق دقائق الhyper sensitivity type 2 زي يخونا عملية نقل الدم دقائق وبيصير وتخثر في الدم صح تمام وزي اللي بتحسس من ادوية معينة تمام فtype 2 حسب يخونا نوع type 2 لكن 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 أسرع أسرع hyper sensitivity اللي هو type 1 type 1 هو أسرع واحد type 1 هو أسرع واحد type 1 هو أسرع واحد type 1 هو خلال دقائق محدودة فقط بيكون الإنسان عنده أعراض type 1 hyper sensitivity اللهم صلي وسلم وذلك على نبينا محمد إخونا إحنا بنتكلم دقائق ساعات يعني قصدي بتكلم في hyper sensitivity type 1 type 2 type 3 في أقل من يوم يعني بتحدث كلهم بحدثوا واحدة بتقولي في دقائق والتانية مثلا وهذا ممكن كمان في دقائق وهذا في أور يعني قصدي كله بحدث في وقت محدود type 1 و 2 و 3 إذن كلهم بيعملوا acute inflammation acute كلهم acute type 1 و 2 و 3 acute طب نيجي على type 4 type 4 بيقول لي بده أسابيع بده أيام وأسابيع يعني type 4 بداية هو chronic هو chronic inflammation تمام طيب لو أنتوا ذكرين يا أخواننا المايكوباكتيريام مثلا المايكوباكتيريام تيوبركولوسيس المايكوباكتيريام تيوبركولوسيس كان الجسم يحاول الماكروفيج والتي لمفوسايت ها الماكروفيج والتي للمفوسايت تحاول تقضي تقضي وريموف المايكوباكتيريام تيوبركولوسيس لكنها لا تستطيع لكنها لا تستطيع لكنها لا تستطيع وبالتالي وبالتالي بتصد زمان اللي كنا نسميها الجرانيولوما الجرانيولوما كنا نسميها زمان تمام فالماكروفيج ما بتقدر تتخلص من المايكوباكتيريام تيوبركولوسيس مثلا مثلا طيب مثلا الآن يخونا ايش قصة الطايب فور هيبر سنسenteفتي الآن يخونا احنا منقول انه الطايب فور هيبر سنسنتيفتي يعني هيبر اكتف للتي سل هيبر اكتف للتي سل قضية الميجر هستوكم بتابلتي واحد والميجر هستوكم بتابلتي اتنين احنا قلنا التيسل التيسل بتنقسم لنوعين سايتوتوكسك تيليمفوسايت وتيهي البرتسل طبعا السايتوتوكسك تيليمفوسايت هي تيليمفوسايت طيب واحد والتيهي البرتسل هي طيب تو تمام طيب التيهي البرتسل نفسها بتنقسم لنوعين بتنقسم لنوعين انتوا انسوا هذا كله انسى لكله هذا انسى انسى ايش انا اقول التو هل قيت الايش بدنا نقول التيينفوسايت بتنقسم لنا اعين التيينفوسايت سيتوتوكسيك التيينفوسايت تيينفوسايت بترتبط مع السي دي تمانية التيينفوسايت انا بتكلم type 1 ما هو التي هيلبرس الأنواع طيب ون وطيب تو وهكذا لكن أنا بدي تي هيلبر طيب ون تي هيلبر بترتبط مع السي دي أربع مع السي دي أربع طبعا إخوانا إحنا لما نقول التي هيلبر بترتبط مع السي دي أربعة وأيضا بترتبط مع الميجور هستو كومباتابيليتي طيب تو ولما كنا نقول السيتوتوكسك تيلينفوسايت بترتبط مع السي دي ثمانية وطبعا مع الميجور هستو كومباتابلتي تايب واحد تايب واحد الآن الآن اللي بدنا نقوله اللي بدنا نقوله برضو الماكروفيج مثلا الماكروفيج تحتوي على ميجور هستو كومباتابلتي تايب واحد و تايب اثنين صح تمام طيب الآن هلقيتي اجا اجا يا اخواننا ايش الشغل الآن بعض الفيروسات وبعض مثلا او بعض التيومورسل او بعض او بعض المايكوباكت مثلا المايكوباكت او بعض البكتيريا زي المايكوباكتيريا متيوبركولوسس ولو انتو اخدتوا زمان الاوريس تمام المهم انا ما بدي ادخل في الجدالات هادي انا ما بدي ادخل الدكتورة اصلا معرجتش عليهم بس عشان نفهم الآن بيجي اخواننا التي سل بتهاجم المايكوباكتيريا متيوبركولوسس وبتقدرش عليها وبتقدرش عليها والتي سل بتروح ترتبط في الماكروفيج عشان تعمل اكتيفيش للماكروفيج عشان الماكروفيج يهاجم المايكوباكتيريا متيوبركولوسس وبقدرش عليها فبتتكون انا عندي الجرانيولومة طبعا اخواننا انا لما اتضلك تعمل اكتيفيش اللالتليمفوسايت و اكتيفيش للماكروفيج اكتفيش للتيلمفوسايت و اكتفيش للماكروفيج طبعا التيلينفوسايت راح تفرز السايتوكاين هذا السايتوكاين راح يعمل اكتيفاشن للماكروفيج الماكروفيج راح تفرز سايتوكاين يعمل اكتيفاشن للتيلينفوسايت التيلينفوسايت تفرز سايتوكاين اكتيفاشن للماكروفيج وهذا بيحفز هذا وهذا بيحفز هذا وين الدمار؟ الدمار لما انت تضلك تحفز الماكروفيج اذا راح تحفز الفاقوسيتك يعني الفاقوسيتوسيس تبعت الماكروفيج فراح تخلي الماكروفيج تعمل فاقوسيتوسيس للنورمال تيشوز هاي اول اشي وانت لما تضلك تحفز الماكروفيج والتيلينفوسايت الماكروفيج والتيلينفوسايت راح تضلها تفرز اعيد الماكروفيج والتي لينفوسايت راح تضلها تفرج سايتوكاين سايتوكاين وميدياتور وهدول السايتوكاين ايضا بيعملوا داميج للنورمال تيشوز داميج للنورمال تيشوز طيب لو انتوا كنتوا تلاحظوا زمان اللي كان يعمل اكتيفاشن للماكروفيج اللي هو تي هيلبر لينفوسايت يعني تي هيلبر طيب واحد وانتوا عارفون انو الماكروفيج تحتوي على major histocombatability طيب واحد وطيب اثنين اذا تحتوي على major histocombatability طيب تو والماكروفيج ايضا تحتوي على CD4 فالتي هيلبر التي هيلبر بترتبط في CD4 والتي هيلبر بترتبط في major histocombatability طيب تو اللي موجودة في الماكروفيج فتيه البرق بيصير إلها اكتيفاشن والماكروفاج بيصير إلها اكتيفاشن وهذا بتفرس سايتوكاين وهذا بتفرس سايتوكاين التنتين بيظلهم يدمروا في النورمال تيشوز فبيعملوا تيشوز دمج لأنهم التنتين بيظلهم يعملوا اكتيفاشن لبعض اكتيفاشن لبعض على أمل يقدروا على المايكوباكتيريا متيوبركولوسز لكنهم يفشلون فبتكون أنا عندي طيب نيجي على السيناريو الثاني اللي بيكون في التيومور تيشوز تحتوي على تيومور تحتوي على تيومور تحتوي على اللي هذا اللي رح يتهاجمه السيتوتوكسك تيليمفوسايت السيتوتوكسك تمام؟ تيليمفوسايت بترتبط على الميجور هستو كومبتابلتي تايب وان مثلا زي التيومور سيل او يا اخواننا لما انت تعمل تيشو ايجرافت يعني انت لما تنقل في عملية نقل الاعضاء في عملية نقل الاعضاء في عملية نقل الاعضاء هرقيت التيشوز نعتبر الرينا الكيدني الكيدني تحتوي على ميجور هستو كومبتابلتي تايب واحد لانه كل الميوكليات سيل على السيرفوس تابعه ميجور هستو كومبتابلتي تايب واحد بتلاقيه غريب فبتيجي السيطو توكسك بتهاجم الميجور هستو كومبتابلتي تايب واحد بتضل هتهاجم فيه هرقيت لما السيطو توكسك تهاجم الميجور هستو كومبتابلتي تايب واحد بتفرز يا اخوانا البيرفورين البيرفورين بيحفز الابوبتوسيز لهذا التيشوز لهذا التيشوز زي ما احنا قلنا في عملية نقل الاعضاء او يا اخوانا زي لتيومور اي زي برضو يا اخوانا نفس القصة لتيومور السايتو توكسك تيليم فوسايت بتروح تهاجم لتيومور تيشوز طيب فلو كان يا اخوانا هدولة تيشوز كتير اذا راح تعمل اكتيفيشن للسايتو توكسك تيليم فوسايت اكتير اذا هذا يا اخوانا هايبر سينسيتيفتي تايب فور فالهايبر سينسيتيفتي تايب فور بده يا اخوانا ويك بده دي تو ويك تمام وهو وبالتالي بيسموه ديليد تايب لانه بيطول بيطول بده ايام وبده اسابيع مش تقول لي ساعة ولا ساعتين ولا تلاتة هو بده ايام لا اسابيع وبيسموه سيل ميدياتيد اميونيتي ليش سيل ميدياتيد اميونيتي لانه اللي بتحكم فيه تيليم فوسايت تيليم فوسايت التيليم فوسايت زي ما قلنا اما تكون سايتو توكسك سايتو توكسك طبعا السايتو توكسك هترتبط بالCD 8 والMajor Histocompatability Type 1 والSytotoxic مع الـ units أي しة تيهل برسل والتيهل برسل إحنا قلنا التيهل بار Type 1 ما هو أخوانا التيهل بار أنواع والتيهل بار بترتبط بالCD 4 وبترتبط في الMajor Histocompatability Type 2 اللي موجود في الماكروفيج اللي كانوا يهاجموا ضد فبيسموه Cell Mediated Immunity Cell Mediated وهي الاختصار يخوانا الاختصار مشهور ايضا وهو Type 4 يخوانا هل جبنا سيرة الانتيبادي لا عليكم هل جبنا سيرة الانتيبادي لا اذا الانتيبادي ملهاش دخل الانتيبادي ايش ملهاش دخل كل القصة انه عملية سايتوكاين تفرز من التي هيلبر Type 1 عشان تعمل Activation للماكروفيج تمام هيا هذا الرمز والله اعلم ماكروفيج تمام وي الماكروفيج بتعمل Activation للتيليمفوسايد والتيليمفوسايد Activation للماكروفيج وهذا اللي كنا نسميه البروباكيشن تمام فبيعمل له Damage Local Damage تمام طيب اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الان يخونا المحترمين ان شاء الله عز وجل بدنا نفصل Type من الhyper sensitivity وبدنا نبدأ يخونا في Type 1 في Type 1 الآن الhyper sensitivity Type 1 احنا من قسم من قسمه الى Sensitization phase و Activation phase وكمان افكتور افكتور phase تمام الآن السنسيتيتيزاشن phase طبعا اخونا احنا عارفين انه Type 1 كنا نسميه allergic reaction هما هدول الأشخاص اللي بتحسسوا من حبوب اللقاح اللي بتحسسوا من القش اللي بتحسسوا من من الشوغلاطة اللي بتحسسوا من بعض الأدوية لا بتيش اقول من بعض الأدوية I'm sorry اللي بتحسسوا من الغبار اللي بتحسسوا من القطط تمام اذا allergic reaction هو عبارة عن immediate IGE IGE sensitization الآن الآن السنسيتيتيزاشن phase السنسيتيتيزاشن phase هي تلك المرحلة اللي بتكون antibody ضد هذا الantigene ضد هذا الallergent يعني طبعا احنا antibody اللي بتكون هو عبارة عن IGE تمام طيب الآن لاحظ عشان يتكون عندك IGE من وين بتكون من اللي بلازما سيل اللي صار لما صار أنا عندي عملية switching isotopic switching انتو عارفين انو الantibody في بداية الامر بيكون في cell surface تبع البي البي lymphocyte البي lymphocyte بيكون الantibody عبارة عن ريسبتور IgM IgM IgD عشان البي lymphocyte تقدر تتحول الى إبلازما سيل والإبلازما سيل تقدر تعمل isotopic switching وتصنع IGE وتصنع IGE تحتاج اخوانا الى تحتاج الى T-Hilber Type 2 T-Hilber Type 2 الآن ايضا T-Hilber Type 2 تمام بتفرز انتل لكين اربعة وانتل لكين تلاتة تلاتة وانتل لكين خمسة تمام يعني انتل لكين اربعة خاصة انتل لكين اربعة وانتل لكين تلاتة عش طيب اذا انا اخوانا دخل حبوب اللقاح او دخل الغبار الان انا ما كنتش اتحسس من الغبار فجأة صرت اتحسس من الغبار فجأة يعني بقول بعد عشرين سنة طيب ايش اللي صار عندي اللي صار عندي انا مرحلة فجأة الجسم تعامل مع الغبار كأنه فورين بادي فكون ضده انتي بادي من نوع اي جي اي عشان بعد كده الاي جي اي ارتبطت في الرسيبتور اللي موجود في الماصد سيل واللي موجود في البيزوفيل لغاية الآن أنا بالsensitization phase السensitization phase هو التعرض الأول للأنتيجين التعرض الأول للأنتيجين as a foreign body يعني إخوانا أنا إلي عشرين سنة بتعرض للغبار لكن ما صار إش عندي عملية حساسية فبالتالي لكن فجأة صار عندي حساسية لما يصير عندي حساسية اعرف صار عندك في الأول صار عندك sensitization phase أي أنت كونت IGE هذا كان ضد حبوب اللقاح IGE راح ارتبط في الريسبتور في الماس سيل والبيزوفيل فمرحلة أنا ما بعرف متى صرت أتحسس من حبوب اللقاح متى بالضبط صارت أنا ما بعرف أنا ما بعرف طيب تمام إذن the first exposure لحبوب اللقاح بحدث عندي sensitization phase إخوانا لما إحنا نتكلم the first exposure يعني تعرض الجسم لحبوب اللقاح لكن لكن لما الجسم يتعرف على حبوب اللقاح as a foreign body تمام إذن مرحلة تكون IGE بتكون وين thymus dependent في thymus dependent بتحتاج إلى T-Hilber type 2 تمام آيزو توبك سويتشنج تمام المهم أنا أتكون طبعا بيكون الأنتيجين الأنتيجين بيكون أنتيجين thymus dependent وإنتوا عارفين يا أخوانا الإيزو توبك سويتشنج وين بيصير في السكندري lymphoid organ في السكندري lymphoid organ مش في thymus يخوانا الأنتيجين اسمه أنتيجين thymus dependent الأنتيجين اسمه أنتيجين thymus dependent لكن تكون الإيزو توبك سويتشنج بيكون وين في السكندري lymphoid organ تمام طيب طيب أنا اتعرضت كمان مرة كمان مرة لمين للأنتيجين إذن في السكند exposure للأنتيجين بيصير أنا عندي أخوانا حاجة بنسميها activation phase يخوانا باختصار شديد أنا اعتبر هذا الأنتيجين مش موجود فأنا لما تعرضت للمرة الأولى للأنتيجين صار أنا عندي sensitization phase يتكون عندي IGE وأجل ارتبط في الرسبتور في الماست سيل طيب لما تعرضت المرة التانية للأنتيجين صار أنا عندي activation phase أجل الأنتيجين ارتبط في الرسبتور اللي موجود اللي موجود في الماست سيل وعمل activation للماست سيل فالماست سيل عملت دي جرانيوليشن لمين؟ للإنفلاماتوري ميدياتور طيب الإنفلاماتوري ميدياتور مثلا اعتبر زي الهيستامين رح يعمل vasodilation فحيصير الإنسان أحمر وجهه ورح يعمل مثلا bronchoconstriction bronchoconstriction فالإنسان مش رح يقدر يتنفس هذا السمتوم تحدث في وين؟ في الايفكتور فيز السمتوم تحدث في الايفكتور ايش فيز يعني الاكتيفاشن فيز الاكتيفاشن فيز re-exposure للانتيجين بيروح بيرتبط في الماست سيل وبيعمل اكتيفاشن للماست سيل وللبيزوفيل طبعا وبيعمل يخونا release للكنت اللي موجودة فيه الجرانيول طيب هذي الكنتنت بتدخلني في الايفكتور فيز تمام انه هذي الانفلاماتوري ميدياتور التي تم إفرازها من الماست سيل والبيزوفيل رح تعمل يخونا الكلينيكال مانيفستيشن تمام زي مثلا ريانايتس زي الريانايتس والأزمة و اكزيما يخونا ايش يعني اكزيما بالضبط درماطايتس انفلاميشن في الاسكن او اسكن انفليمد او الاتش يخونا يعني الاسكن بيكون عنده اتش يعني الكلينيكال مانيفستيشن في الافكتور ميكانيزم منلاقي راينايتس والأزمة والاكزيما طبعا احنا قلنا الاكزيما يعني دير ماطايتس دير ماطايتس يخونا بس بدنا نفهم شغلة مهمة جدا الان الشخص اللي بيكون عنده حساسية من اشي معين في طايب وان يعني حساسية من حبوب اللقاح حساسية من الغبار حساسية من القطط مثلا من سمي هذا الشخص ها من سمي هذا الشخص اتوبك ريفير اذا اول ما تسمع مصطلح اتوبك 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 ريفير يعني ذلك الشخص اللي مصاب بهايبر سنسيتفتي تايب وان تمام طيب ولما تسمع مصطلح اتوبي اتوبي ريفير يعني قصده بالهايبر سنسيتفتي تايب وان قصده بالمرض نفسه قصده بالمرض نفسه أتوبي قصده بالمرض أتوبك قصده بالشخص تمام لكن يا أخوانا فيه نقطة لربما مش عارف إذا الدكتورة قالتها ولا لا لكن إنه الأتوبك ريفير مرات بستخدمها للشخص اللي عنده طيب واحد لكن بيكون الإشي وراثي الإشي إيش وراثي ما علينا طيب فيه حاجة بسميها هاي فيفر هاي فيفر هاي فيفر هذي أخوانا الهاي فيفر إنه بيكون الهايبر سينسيتيفتي طيب واحد واحد لكن الخلل في النوز يعني دايما بنزل والمخاط في النوز وكذا يعني راينايتس الراينايتس منسميه هاي فيفر تمام طبعا زي ما أنتو عارفين السينسيتيزيزيشن فيز اللي هو الأليرجيك ري اكشن لل اي جي اي طبعا هذا الاميونو جلوبيولين تمام يعني السينسيتيزيزيشن تو الليرجين كان اكور ثرو أنيمين يعني أنا الليرجين ممكن يدخل انهاليشن طبعا يا إخوانا لما يدخل انهاليشن بتكون يخوانا في الغالب بتكون في الغالب الهايبر سينسيتيفتي كلينيكال مانيفيستيشن في الغالب بتكون في النوز عشان كده بيسموه هاي فيفر يعني الهاي فيفر ذلك المصطلح انه الكلينيكال سيمتم أو الكلينيكال مانيفيستيشن من الهايبر سينسيتيفتي طيب واحد بتكون بواسطة اير بورن الليرجين يعني هذا الليرجين أنا أخدته استنشاق انهاليشن أعيد الهاي فيفر الهاي فيفر الهاي فيفر انه أنا الاليرجين بأحصل عليه من عن طريق الانف عن طريق الانهاليشن عن طريق الاربورن الليرجين عن طريق الانهاليشن فعشان كده في الغالب الكلينيكال سيمتم بتكون في الغالب تعملي مشاكل في النوز راينايتس تمام طيب أنا الاليرجين ممكن أحصل عليه عن طريق الانهاليشن عن طريق الاي في أو الانجيكشن عن طريق الفود أو عن طريق الاسكين كونتاكت وإحنا عارفين لما بيكون عن طريق الاسكين كونتاكت بيعمل إكزيما ديرماتايتس إتيش في السكن تمام في أنا عندي أتوبك ريفير تودا آي جي هايبر سينسيتيفتي الأتوبي الأتوبي يعني للطايب واحد هايبر سينسيتيفتي للمرض نفسه أما الأتوبك يعني الشخص اللي مصاب بالهايبر سينسيتيفتي طايب واحد طبعا يا إخواننا أنتوا عارفين أنه آي جي إي هو جينيتيكالي كنترول ل جين آن كروموسوم ستة في الكروموسوم ستة وبالتالي إخواننا معظم الأشخاص اللي بلقيهم عندهم حساسيا هايبر سينسيتيفتي طايب واحد بيكون عندهم خلل في الجينات ميوتيشن في الجينات عشان كده أنا قلت لكم الأتوبك ها الأتوبك ذلك الأشخاص اللي عندهم حساسيا طايب واحد لكن هدول الأشخاص في الغالب بيكون بيكون مثلا عمهم عنده حساسيا أبو عنده حساسيا أخته عندها حساسيا أمه عنده حساسيا جده يعني بيكون الإشي جينيتيكالي فبيكون يخواننا عنده ميوتيشن في الجين ممكن يخواننا ميوتيشن في الجين تبع الت هيلبر طايب تو الت هيلبر طايب تو أو في الإنترلوكين أربعة أو في الإنترلوكين خمسة أو في الإنترلوكين تلات عشر أو في الإنترلوكين تسعة لأنه هدول الإنترلوكين هم كانوا يساعدون في الآيزوتوبيك سويتشن لل آي جي إي أو ميوتيشن في الجين تبع الآي جي إي نفسه أو ميوتيشن في الجين تبع الآي جي إي تمام يخوانا يخوانا التي هيلبر type 2 مهمة جدا لل IGE لماذا؟ لأنه التي هيلبر type 2 مهمة جدا لل IZ تمام والإنتل لوكين 4 والإنتل لوكين 13 والإنتل لوكين 5 مهمين جدا أيضا جدا جدا لل IZ فإنت لما يكون الإنتل لوكين 4 عالي إذن IGE عالي وبالتالي رح يكون عندي Hyper sensitivity type 1 تمام طيب لما أنت تعطي دواء بيكون أنت إنتل لوكين 4 تمام؟ أعيد لما أنت تعطي دواء من سميه monoclonal antibody يعني هذا الدواء طبعا يا أخوانا هدول الأدوية بتكون غالية هدول الأدوية أنت قاعد بتلعب في الميون يعني أنت تصنع antibody as a drug دواء antibody هذا الـ antibody يكون ضد الـ interleukine 4 فيعمل inhibition للـ interleukine 4 وبالتالي رح تعمل الـ inhibition لإنتاج الـ IGE لإنتاج الـ IGAE تمام؟ طيب الآن الماث سيل وين من لقيها؟ مثلا من لقيها في البلد في الـ connective tissues في lining of the gut and the lung of the gut and the lung عشان كده لما لما أنا يا أخوانا الـ IGE يرتبط في الماث سيل ويجي الأنتاجين يرتبط في الـ IGE ويعمل cross reaction في الماث سيل الماث سيل بتكون مثلا موجودة يا أخوانا في البلد فيزل مثلا بتعمل vasodilation بتكون موجودة في القط لما تكون موجودة في القط بتزود حركة الـ حركة الـ GI بتزود البرستالسيز موفمينت فبيصير عندي الشخص دياريا وبيصير عندي الشخص vomiting تمام؟ طيب لما تكون موجودة في اللانج في اللانج في اللانج راح تعمل bronchoconstriction وراح تزود السيكريش انتبع لميوكس وبالتالي لما انت انت تضلك يعني تخيل هذا هذا الـ airway الـ airway تضلك يخوانا تفرز عليه ميوكس اعتبر باللون الاحمر ميوكس اذا يخوانا راح تعمل obstruction further obstruction للـ airway تمام؟ هذا هناخده يخوانا في 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 ما علينا كتير تمام؟ طيب الان يخوانا اللي توي اخدنا منسميه active منسميه ايش active active hyper sensitivity active reaction طب ليش سميته يخوانا active sensitization لانه يخوانا sensitization نوعين في اشي منسميه active sensitization وفي اشي بسميه passive sensitization ما الفرق الاكتف sensitization انه جسمك نفسه يصنع الاي جي اي فجسمك يبذي المجهود يعمل اكتف يبذي المجهود يصنع الاي جي اي في هذه الحالة اكتف sensitization لكن في حاج منسميها passive sensitization يخوانا احنا قلنا عملية sensitization انت تصنع اي جي اي عملية sensitization اي جي اي ضد انتجن معين خلصنا خلصنا طب ايش يعني passive passive اي انت لم تصنع الاي جي اي بسب انت ما عملتش مجهود ما عملتش اكتف ما عملتش اكشن انت لم تصنع الاي جي اي طب انت عندك sensitization sensitization اي عندك في الدم اي جي اي من وين جاك بالضبط لما انت اخوانا تاخد سيرم تبع شخص عنده حساسية لايش معين يعني هذا الشخص عنده حساسية لحبوب اللقاح وانت نجلت الدم من هذا الشخص لا احمد لا احمد احمد اخذ الاي جي اي من الشخص المتبر فكان الشخص المتبر عنده الاي جي اي لحبوب اللقاح فاصبح احمد في الدم تبعه اي جي انتي بادي لحبوب اللقاح وهذا المنسمي اخوانا باسف باسف اي انه الجسم نفسه ما صنعش حبوب ما صنعش الاي جي اي انما حصل عليها من عملية الترانسفير عملية ايش الترانسفير حصل هايها باسف عملية الترانسفير للسيرم لل اي جي طبعا السيرم يحتوي على اي جي اي انتي بادي فكان هذا الاي جي سبيسيفيك لا انتي معين طيب بعد السنسي انا عندي الاكتيفاشن فيز وتو شرحناها والاكتيفاشن فيز تمام انه هذا الاليرجي انه عمل ياخوانا ترقرينج لمن للماصل تعمل ريليز للقرانيول والانفلاماتوري ميدياتور تمام طيب هلقيت الآن الآن ياخوانا لكن زي ما احنا قلنا زي ما احنا قلنا لازم الانتيجين يرتبط في two receptor في two IGE موليكيول يعني يعمل اخوانا او 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 وهذا ياخوانا بيكون استيبل تمام تمام طيب عشان ما هو ياخوانا لازم الانتيجين يرتبط في اتنين من الريسبتور عشان يصير اكتيفيش للماصل ولما يصير اكتيفيش للماصل راح تفرز الانفلاماتوري ميدياتور تمام الان لما تفرز الانفلاماتوري ميدياتور والله لو كانت هذه الماصل في الجي اي وعمل الديجرانيوليش في الجي اي راح تزود ايش يعني راح تزود في الجي اي وراح تزود في الجي اي فرح تعمل ودياريا لكن لو موجود الماصل في اللونج راح تعمل دي كريز اير وي دياميتر اي برونكو سبازم او برونكو كونستريكشن ورح تعمل بلوكيج للاير وي لماذا برضو ما هي بتزود لميوكا سيكريشن فبتعمل فيرذر نروينج للاير وي ولو كانت هذه الماصل موجودة في البلد راح تعمل ويتزود وقضية الإديمة وقضية إيش الإديمة طيب الآن الريسبونس الناتج من هاد الحساسية أو ما هو إيش هو الريسبونس إنه يخواننا دي جرانيوليش للماصل ولما يصير دي جرانيوليش للماصل بشكل كبير إذن الريسبونس الناتج راح يكون كبير إذن خاصة في الإيروي الأوبستراكشن للإيروي راح يتكون عنيفة كيف إنه طبعا وهذا بعتمد على الدوز تبع الأنتجين وعلى الروت تبع الأنتجين يعني لو واحد بتحسس مثلا من حبوب اللقاح وإنت أعطيت له حبوب اللقاح آي في لما تعطي له آي في أي كأنك دخلت هاي من حبوب اللقاح على البلد فدخلت أنتيجين كتير فرح يعمل حساسية عالية جدا جدا طيب وبرضو للدوز أوف دي أنتيجين برضو نفس القصة واحد بتحسس لحبوب اللقاح لكن حبوب اللقاح كانت في الهوى قليلة فرح ياخد انهيلر يعني رح يتنفس حبوب اللقاح قليل فالحساسية الناتجة رح تكون قليلة لكن لو كانت حبوب اللقاح في الجو كتير رح يتنفس بشكل كبير وبالتالي رح يعمل حساسية مفرطة كبيرة ممكن يخواننا لو ياخد هاي دوز من الانتيجين اللي هو بتحسس منه ممكن يخواننا يموت ممكن يموت ممكن يموت انت قاعد بتقول بتعملي برونكو كون استريكشن في اخواننا ممكن يموت اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد طبعا يخواننا انتوا عارفين انتوا عارفين الكاليسيام لما يسيد للكاليسيام انفلاكس يعني لما يدخل الكاليسيام داخل الخلية بيحفز الخلايا تعمل اجزو سايتوس صح تمام فلو فلو دخل الكاليسيام داخل خلايا الماص سيل الماص سيل والبيزوف رح يحفزهم يعملوا اجزو سايتوس وبالتالي يعني مثلا احنا اخذنا زمان احنا اخذنا زمان لما انت تعمل تزود السايكلك AMB لما انت يخوانا تزود السايكلك AMB اذا رح تزود دخول الكاليسيام ولما تزود دخول الكاليسيام رح تعمل اجزو سايتوس لمين دي اجران يوليش للماص سيل تمام طيب وايضا اللي كان يخوانا يزود السايكلك AMB مين زي مثلا يخوانا الادني للسايكليز فاذا لما انت تعمل اكتيفاشن 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 للادني للسايكليز رح يحول الاتب الى سايكلك AMB والسايكلك AMB في نهاية المطاف رح يعمل كاليسيام انفلاكس وبالتالي بيعمل دي اجرانيوليشن وبالتالي السايكلك الادني لل سايكليز بتحكم في الانافيلاكسز لو انت عملت اكتيفاشن للادني للسايكليز بيصير انا عندي دي اجرانيوليشن طب ممكن تعمل انت انهيبشن انهيبشن للادني للسايكليز اتقلل الانافيلاكسز طيب الان ياخوانا بدنا نفهم ايضا شغلة مهمة طبعا ياخوانا لما احنا نقول انه الماصد سيل صار الها دي اجرانيوليشن يعني هل انه يعني هل معنى كلامي انه الماصد سيل ماتت طبعا لا طبعا لا طبعا لا ياخوانا هل الخلية لما تعمل ريليز او دي اجرانيوليشن يعني هل الخلية ماتت طبعا لا لما احنا كنا نقول في الدماغ في الدماغ بعض الاشياء بتزود الريليز للنور ابنفرن ايجزو سيتوسيز للنور ابنفرن هل قصد في هذا الكلام يعني النيرون لما عمل ايجزو سيتوسيز للنور ابنفرن مات لا لا انما الماصد سيل بعد الديجرانيوليشن بتقدر تعمل ريجيناريشن وبتقدر تصنع من اول وجديد ديجرانيول وتعمل ريسيوم ذير فانكشن يعني 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 الماصد سيل بعد ما تعمل ديجرانيوليشن بترجع وظيفتها ثاني بترجع وظيفتها بتعمل ريجيناريشن بترجع وظيفتها ايش ثاني من اول وجديد طيب بعض الأشياء بتعمل اكتيفاشن للماصد سل زي مين زي الفيزيكال فاكتور هل قيت هذا الأشياء يا أخوانا مش مش أنتيجين يعني هذه الأشياء يعني ممكن بعض الأشياء تعمل اكتيفاشن للماصد سل لكن هذا الإشي مش أنتيجين آه زي مين زي الكولد زي البرد البرد هو عبارة عن فيزيكال فاكتور وليس أنتيجين ممكن يعمل اكتيفاشن للماصد سل ويخلي الماصد سل تصير إلى دي اجرانيوريشن تمام لاحظ لاحظ لما أنا بتكلم الأنتيبادي والأنتيجين اللي بده يرتبط في الأنتيبادي نحن عارفين الأنتيبادي بيقدر يرتبط عليه أنتيجين بأنواع مختلفة بالأنواع اللي بدك إياها تمام يعني ممكن يخوانا أن يكون الأنتيجين عبارة عن كاربوهايدريت زي مين زي الليكتين زي الليكتين فيخوانا ممكن الأنتيجين نفسه يكون عبارة عن لكتين بالضبط لكتين ونتوا عارفين الليكتين عبارة عن كاربوهايدريت فممكن الليكتين يجي يرتبط هنا مثلاً مثلاً هان اللي باللون الأحمر ويعمل اكتيفاشن للماصد سل تمام طيب طيب الآن بعض الأشياء اللي بتعمل اكتيفاشن للماصد سل راضاردان الأنتيجين راضاردان الأنتيجين أول إيش إحنا قلنا إيش الليكتين الليكتين بيكون عبارة عن كاربوهايدريت لكن منسميه الليكتين إكروس لينكيد يخوانا لما أنا أتكلم يعني هذا الليكتين ارتبط في اتنين أنتيبادي يخوانا عارفين إيش الفكرة الفكرة بدي إشي بدي أي إشي بيخلي اتنين من الأنتيبادي يعني أي إشي بيخلي اتنين من الأنتيبادي يرتبطوا مع بعض يرتبطوا مع بعض اي اشي بيخلي اتنين من الانتيبادي يرتبطوا مع بعض اذا بيعمل اكتيفاشن للماصد سل يعني لو انا يا اخواننا جيبت ليكتين وخليت الليكتين يرتبط هيك يعني عمل كروس لينكت يعني ربط اتنين من الانتيبادي مع بعض اكتيفاشن للماصد سل جيبت يا اخواننا كيميكال chemical agent وحطيته هيك هيك لاحظ هذا الchemical عمل cross linked ارتبط خلى هذا الantibody يرتبط مع هذا الantibody طيب ممكن يا اخوان anti-antibody كيف طلحان طلحان هاي ها عقيت ال-IGE هاد هاد عبارة عن IGE هذا ال-IGE ضد مين ضد IGE لاحظ لاحظ يعني anti-antibody anti-antibody يعني يعني هذا ال-IGE بسميه anti-IGE ليش هذا ال-IGE هذا هذا ايش بسميه anti-IGE يعني هذا ال-IGE بيكون against هذا ال-IGE وهذا ال-IGE تمام وبالتالي هذا ال-IGE ربط اثنين من ال-antibody مع بعض منسميهم anti-IGE cross-linked راح يعمل activation لل-antibody للمعصل لاحظ ايش هان لاحظ ايش قال لي هارجت هذا ال-antibody against لمين لريسبتور لريسبتور تخيل against لريسبتور وليس يعني كان كان معلش كان هذا الـantibody against لـantibody فسميت هذا الـantibody ايش اسمه anti-IGE anti يعني against للاي جي طيب هذا الانتي بادي كان اجينست للريسبتور فاش سميته انتي ريسبتور طب ايش اسمي الريسبتور افسي ريسبتور بس يعني صار انتي افسي ريسبتور كروس لينكد تمام فلاحظ هذا الانتي بادي خلى اثنين من الريسبتور يرتبطوا مع بعض بيقدر يعمل اكتيفاشن للماصل ويخليها تعمل اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ان شاء الله عز وجل في المحاضرة التانية نشرح كمان ومنكمل الشبطر ان شاء الله عز وجل يعطيكم العافية جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغالي يا رسول الله طيفك داعب خيالي مزيو ونسيد الرجالي قدرك رفيعين وعالي ونفديك والله مع بعض وتبداك عيني ومالي أمي وبركاته